اعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي اهلا مرحبا بكم يا شباب وحلقة جديدة وحلقتنا ان شاء الله بتوزيع من تلفزيون المصري قناة التعليمي اهلا بكم ابناء ابناء التعليم الفني الصناعي تخص تشغيل المعادل نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات حلقتنا النهاردة باذن الله هتدور حول المعلومات الاسسية وبرمجة ماكينات التحكم العددي وعلشان نبدأ نبرمج الماكينة بتاعتنا لابد ان احنا نعرف بعض الاسسيات لعملية البرمجة فبداية انا هبدأ معاكم بعض المعلومات الاسسية ثم بعد ذلك ننتقل لعملية البرمجة مع بعدينا كده على الشاشة ونشوف الشاشة بتاعتنا تعرض لنا ايه؟ معانا الشاشة بتقول لنا الفرق بين ماكينات التحكم العادي والماكينات التقليدية الماكينات التحكم العادي اولاد بتبقى بالنسبة للشكل العام بتاعها بتبقى تقليدية الشكل بالنسبة لماكينات السينسية بتبقى محاطة بغلاف من الرائش وسائل التبريد والغلاف ده هيحجب للرائش وسائل التبريد وكمان الدوضاء طيب ايه كمان؟ قال للهيكل بالنسبة لماكينات التقليدية بيكون اقل كساوة من ماكينات السينسية ولكن في ماكينات السينسية بيبقى اكثر كساوة من ماكينات التشغيل التقليدية طيب احنا عندنا كمان اللي بيختلف ما بين ماكينات التحكم العادي والماكينات التقليدية عمود نقل الحركة نفسه عمود نقل الحركة في الماكينات التقليدية بيبقى على ووز شبه منحرف ولكن في ماكينات السينسية بيبقى على ووز شبه قروي ده علشان خاطر يقلل الاحتكاك يزود لسرعة الماكينات يخلي الماكينات بتديني انتاجية اكبر من الماكينات التقليدية مصدر الحركة بالنسبة للمكان التقليدي بيبقى محرك واحد زو طيار متردد إنما ماكينات CNC بتبقى محرك خاصة بكل اتجاه أو كل محور والمحرك ده ما بيكونش زو طيار متردد زي المكان التقليدي ده بيكون محرك اسمه محرك الخطوة أو المحركات الهايدروليكية ده نوع المحرك اللي أنا بستخدمه في مكان CNC طيب إحنا عايزين نعرف بقى دكة عملية التشغيل في المكان التقليدية قال لي دكة عملية التشغيل في المكان التقليدي أولاد بيوصل لواحد من مية مليمتر وتعتمد على مهارة العامل يعني الدكة بسيطة قوي طيب المكان CNC ده إداني دكة قد إيه قال لي يبلغ دكة المكان عندي واحد من ألف من ملي وبتعتمد على نظام التحكم المستخدم وده لازم نبعرفين أولئي المكان التقليدية بيعتمد على في تشغيله بيعتمد على عامل ماهر العامل ده حسب الإضاءة اللي قدامه وحسب دكة الأجهزة بتاعت القياس بتاعته بيطلع لدكة المنتج بتاعه أقصى دكة في المكان التقليدي واحد من عشرة من المليمتر طب المكان بتاع السينسي لا المكان ده ولا يتشغال عن طريق برنامج يعني مش العامل اللي بيقيس والإضاءة مش بتأثر على العامل وهو بيقيس فبالتالي هو الجوة المكانة جهاز قياس دقيق جدا فبتصل دكة الإنتاج في المكان السينسي إلى واحد من ألف من الملي وده بتعتمد مش على مهارة العامل ده بتعتمد على نظام الكنترول اللي أنا حطى للمكانة بتعتمد على إيه أولاد على نظام الكنترول اللي المكانة بتاعتي إيه شغالة بيه إنما مش على مهارة العامل الدكة اللي بتعتمد على مهارة العامل في المكان التقليدي تمام يا حبيبي؟ ده بالنسبة للفرق ما بين المكانة التقليدية ومكان السينسي من حيث المهارة التقليدي بيديني دكة واحد من عشرة السينسي بيديني واحد من ألف ودلوقتي وصلنا الواحد في عشرة قصة ناقص 12 يعني ما شاء الله وصلنا للنانوميتر تمام يا أولاد؟ ده كده بالنسبة للدكة في المكان نبدأ بقى نروح للشاشة بتاعتنا ونشوف معلومة جديدة عن الفرق ما بين المكانتين العمالة المستخدم بالنسبة للمكان التقليدي بنحتاج لعمال مهارة بالنسبة لماكن السينسي بحتاج لعمال مدربة على نظام تشغيل المكانة ونظام التحكم في وحدة إدخال البرنامج تمام يا أولاد؟ يبقى أنا عندي بالنسبة للمكان التقليدي أنا عايزة عامل مهر عامل يعرف يشتغل على المكانة إنما بالنسبة للمكان السينسي لازم العامل يكون مدرب على برنامج التحكم يعرف يبرمج المكينة بتاعتش طيب إحنا بقى عندنا دلوقتي التكلفة مكان التقليدي غير مرتفع نسبيا في التكلفة مكان السينسي مرتفع نسبيا وتبلغ إسعره خمس أضعاف المكانة التقليدي بالنسبة للتشغيل قال للتشغيل هنا بيتم يدوي أو آلي ويتم الإعداد لكل عملية تشغيل في وقتها إنما مكان السينسي التشغيل بيكون عن طريق برنامج التحكم العدد والذي يحتفظ بكل عملية تشغيل نقطة دي مهمة جدا يا أولاد يعني إيه مكان أنا بشغله هنا في المانوال يدوي أو ميكانيك يعني إما أوتوماتيك عن طريق الأياد التعشيق أو يدوي أنا اللي بمسك الأياد وببدأ أحرك ده التشغيل إيه في المكان التقليدي تشغيل يدوي أو ميكانيك طب التشغيل بقى بالنسبة للمكان السينسي لا قال للتشغيل في المكان السينسي عن طريق التحكم الايه القالي باستخدام برنامج الايه التشغيل يبالتحكم هنا بيكون أو التشغيل هنا بيكون قالي عن طريق برنامج التحكم اللي أنا حطال مين للمكينة بتاعتي طيب إحنا عايزين بقى نشوف برضا خطوة تانية ايه الفرق ما بين مكان التقليدي ومكان السينسي مع بعضينا كده على الشاشة هنشوف الفرق ما بين المكان التقليدي وماكينات التحكم العزي قال لي ايه كمان قال لي التحكم في الحركة في المكان التقليدي يدوي أو ميكانيكي ولا يمكن تحريك أكثر من محور في وقت ايه واحد طب ومكان السينسي يتم التحكم في حركة أكثر من محور في قانن ايه واحد عن طريق برنامج مين التحكم يعني ايه الكلام ده ولا ايه يعني انا في المكان العادي بتحكم في محور واحد للتشغيل بينما في مكان السينسي انا اقدر اتحكم في تشغيل اكثر من محور في نفس الايه الوقت بالنسبة للمكان العادي انا لازم لما جا شغل عمود دوران هشغل عمود دوران واحد فقط حبيبي انما بالنسبة للسينسي لما جا شغل انا ممكن اشغل اكثر من عمود دوران مع بعض بحيث ان فيه اعمدة هتدول للشغلة واعمدة هتحرك للعدة فبالتالي انا محتاج تحريك اكثر من عمود مع ايه؟ مع بعض ده يتم فين؟ التحكم ده بيتم في مكان السي انسي انما المكان التقليدي بتحكم في عمود ايه واحد في تشغيل عمود ايه واحد ده كان الفرق بين مكان التقليدي ومكان الايه السي انسي ما بقضينا على الشاشة شوف شاشتنا الجميلة هتعرض لنا ايه في الفرق انواع الحركة في مكينات السي انسي طيب اول حاجة اللي يمكن تقسيم مكينات التحكم العددي بالحاسب الى سلاس من حيث الحركة طبعا الى سلاس مجموعات يبقى يمكن تقسيم مكينات التحكم العددي بالحاسب سي انسي من حيث نوع الحركة يا ولاد بقسمها لسلاس مجموعات نشوف مجموعة مجموعة بقى مجموعة الاولى قال لي مكينات زي تتحكم موضعي point to point الله ايه الجمال ده يعني فيه انواع مكينات هتحكم فيها في العدة بتاعتها انها تتحرك من نقطة الى نقطة طب المكن ده زي ايه قال لي زي مكينات الصجب وكمان مكينات لحامل نقطة يبقى مكينات اللي انا هتحكم فيها من point to point حركة اداة القطع فيها هتكون من نقطة الى نقطة زي ما هي قدامنا كده شايفين البونتة يا ولاد ده point هتخرج وترجع لنفس النقطة تتقب يبقى انا هنا بتحكم في اداة القطع دي من ايه من نقطة الى نقطة يبقى ده اول تحكم او اول نوع ايه في التحكم اللي هو التحكم الموضعي point to point يعني انا بتحكم في اداة القطع ان هي تتحرك من نقطة الى نقطة افضل مثال لهذا النوع مكينات الصجب ومكينات لحام النقطة طيب احنا عندنا نوع تاني اللي قال مجموعة تانية طيب المجموعة تانية دي عن ايه قال التحكم في مصار خط اسمه لنار ايه باس لنار باس يعني ايه يعني انا هتحكم في العدة دلوقت يا ولاد ان هي تبدأ تتحرك لي في خط ايه في خط مستقيم كلام ده كلام جميل يبقى ده هيتم فين قال لي تتميز هذه النظم بالقدرة على تحريك اداة القطع في اتجاه موازي للمحاول الاساسية لقطعة من الشغلة مثال هذا النوع مكينات الفريز ومكينات المخارط زيت التحكم العددي يبقى هنا يا ولاد ده مكينات النوع التاني مكينات النوع التاني ده ان العدة فيها هتبدأ تشتغل في خط ايه مستقيم يعني العدة هتتحرك في خط ايه مستقيم طيب علشان تتحرك في خط مستقيم ده ممكن الاقيه في مكنة ايه ومكنة ايه قال لي مكنة الفريزة ومكنة المخرطة زيت التحكم العددي بالحاسب يبقى ده المجموعة التانية اللي هي طيب انا عندي مجموعة التالتة المجموعة التالتة وهي التحكم في مصار مستمر اللي بنسميه يعني ايه يا ولاد يعني انا هتحكم دلوقتي في مصار مغلق بص يا ولاد العدة هتمشي خط مستقيم لقيت دوران هتعمله لقيت خط مائل هتعمله لقيت خط عدل هتعمله تمام لحد ما تغلق معايا مين الشكل المطلوب انتاجه كله فلذلك المجموعة دي بتعتبر من افضل انواع مكينات التحكم للتحكم العددي ان العدة فيها تمشي في مصار مستمر حسب نوع الانتاج او حسب الشكل اللي انا عايز انتاجه بتخلصه كله مرة واحدة طيب المكن ده بيقول لي هذا النوع من انواع التحكم هو اكثر الانواع السلاسة تعقيدا واكثرهم مرونة وكمان يا ولاد اكبرهم ايه تكلفة واكبرهم ايه تكلفة بس هو كويس جدا هو اكبرهم تكلفة بس اكثرهم مرونة الكلام ده بيخليني انتج منتجات باشكال معقدة جدا يعني التحكم في المصار المستمر ده اولاد بيخليني ممكن ان انا الجأ لصناعة الاستنبات لما اعمل استنبا وبيعها لأي مصنع ده بدل ما بانتج الف منتج انا بعمل منتج واحد ممكن ان انا ابيعه بعدد المنتجات اللي انا بانتجها امتى انتج الاستنبات ديت انتجها على المكان اللي بتحكم فيه في مصار مستمر اللي هو الكونتينيون زبغاس يبقى انا دلوقتي لما اعرف ايه هي انواع مكينات سيني سيني من حيث التحكم احنا عندنا سلاس انواع زي ما اعرضنا كده اولاد عندنا اول حاجة ان انا اتحكم من point to point من نقطة لنقطة ده بيتم عن طريق المكان اللي هو مكان الصجبة ومكان لحام النقطة طب انا ممكن اتحكم في العدة ان هي تمشي في خط مستقيم زي ماكينات ايه زي ماكينات الخراطة وماكينات الفريز دي هتمشي في خط ايه مستقيم طب عندي نوع تحكم اجمل واجمل ايه هو بقى ان انا اتحكم في مصار مستمر طب اتحكم في مصار مستمر معناه ان انا لو عندي اي شكل عايز اعمله اي منتج في الحالة دي احط الشكل بتاعه يتعامل كله على مكان ايه واحدة والمكانة دي كده بتبقى اسمها مكانة اكثر من انواع الماكينات ايه مرونة ليه اكثرها مرونا لان انا اقدر انتج عليها الاشكال الكبيرة والاشكال المعقدة والكميات الكتيرة اللي انا ايه عايز ولذلك المكان ده هو اللي بيتم انتاج الاستنباط عليه فالمكان اللي هو الكنتينيونز باس ده احسن انواع الماكينات التحكم في ماكينات التحكم العدد كلها تمام يا اولاد يبقى احنا عرفنا كده ان انظمة ماكينات التحكم العدد بتنقسم لثلاث ايه مجموعات ماكينات بتحكم فيها من بوينت تو بوينت ماكينات بتحكم فيها في لينر ايه باس اللي هو خط مستقيم ماكينات بتحكم فيها في مصار مستمر اللي هو الكنتينيونز ايه باس تمام يا حبيبي ننتقل مع بعض على الشاشة بتاعتنا الجميلة لموضوع اخر في حلقات هنا بقى يا اولاد امثلة هذا النوع اللي هو ماكينات الخراطة وماكينات ايضا الايه الفريز حلوة احنا عايزين نعرف دلوقتي بقى الكلام اللي جاي ده هو ده برمجة ماكينات التحكم العدد ومن اول دلوقتي يا اولاد انا عايزاكوا تكونوا مركزين جدا في اللي احنا هنتكلم فيه المحاور الاسسية حبيبي لاي مكان السي انسي هما تلات محاور اساسية محاور اسمه اكس والمحاور ده يا اولاد على الرسمة كده بيبقى واخد طول الشغلة محاور اكس بيبقى واخد ايه طول الشغلة محاور تاني اسمه واي وده يا اولاد بيبقى واخد عرض الشغلة بتاعتش ومحاور تالت اسمه زد وده بيبقى واخد الارتفاع او السمك بتاع مين بتاع الشغلة بتاعي يبقى أنا هنا علشان أتحكم في برماجة الشغلة دي لازم أحدد للمكانة وضع المحاور على الشغلة بتاعت لازم أحدد للمكانة وضع المحاور على الشغلة بتاعت ليه وضع المحاور؟ لأن في محور بيدي طول الجزء المراد تشغيله ومحور آخر بيدي عرض الجزء المراد تشغيله ومحور ثالث بيدي سمك الجزء المراد تشغيله وبالتالي لما أجي أبرمج لو ما كنتش عارفة أبعاد الجزء اللي أنا هشغله عبارة عن إيه؟ عمري ما هقدر أعمل منتج يبقى أي مكانة CNC بالنسبة للفريز بيبقى فيها سلاس محاور محور X ويمثل طول الشغلة محور Y ويمثل عرض الشغلة محور Z ويمثل سمك الشغلة أو ارتفاع عمق القطع اللي أنا محتاجة أن أنا أنزل بيه في الشغلة بتاعتي ده كده بالنسبة للمحاور الأساسية لماكينات CNC الموضوع اللي جاي ده يا أولاد ده أهم حاجة بالنسبة لماكينات CNC أن أنت بتتعرف على نقاط الصفر في الماكنة ليه بقى؟ لازم نعرف ليه؟ مكينات الصفر في الماكنة هي النقاط اللي ببدأ ألجأ ليها في عملية البرمجة لو أنا معرفتي الصفر الماكنة فين وصفر الشغلة فين مش هقدر أنسب أعمل عملية نسبة يا أولاد أنسب الأبعاد بتاعة المنتج بتاع النقطة ثابتة يبقى أنا لازم أعرف فيه نقطة ثابتة في الماكنة أعرف جهاز القياس بتاع الماكنة عليها علشان النقطة دي أنسب لها كل أبعاد الشغلة عشان الجهاز يبشغل من نقطة إيه؟ من نقطة واحدة فالأبعاد تبقى كلها منصوبة لنقطة واحدة فيطلع المنتج بأبعاد صحيحة تمام حبيبي؟ الخطوة دي في البرمجة أهم خطوة لو محددتش للماكنة وعرفتها نقطة ثابتة هنسب لها الأبعاد عمر المنتج بتاعك ما هيطلع صح تمام؟ فنفهم مع بعض كويس جداً الموضوع في CNC مش كراءة سلايد لازم تفهم معايا هو إيه اللي مكتوب وبنستخدمه إزاي في الصناعة تمام حبيبي؟ مع بعضينا في السلايد ونركز في نقاط صفر الماكينة كويس أول تمام؟ مع بعضينا على السلايد بتاعتنا أول حاجة حبيبي فيه نقطة اسمها الريفرانس بوينت لو بصنا هنا على الماكنة بتاعتي هلاقي حرف الار البعيد ده هي دي نقطة الريفرانس بوينت النقطة دي اللي بعد ما العدة ما بتخلص شغلها عدة القاطع اللي معايا ديت في الماكنة بعد ما بتخلص شغلها بتبدأ تروح لأبعد نقطة هنا وتستريح تمام؟ تمام؟ يبقى النقطة دي اسمها النقطة المرجعية النقطة المرجعية ده بتاعتي ديت في اتجاه المحور X واتجاه المحور Y طب أنا عندي نقطة تانية اسمها الماشين زيرو بوينت فين النقطة ديت؟ أهي الزرقة دي أولاد اللي موجودة على سنية المشغولات قال لي دي نقطة النقطة ديت اللي أعرفها هو صانع الماكينة طب أنا أعرفها منين؟ من كادالوج الماكينة هفتح الكادالوج وعرف أبعاد الماشين زيرو بوينت بتاعتي على السنية تم وكام يبقى إيه هي الماشين زيرو بوينت؟ هي نقطة موجودة على سنية المشغولات طب عندي نقطة تالتة اسمها الورك بيز زيرو بوينت مين دي؟ اللي هي نقطة 0 من الشغلة يبقى أنا عندي كده كم نقطة مرجعية يا أولاد؟ تلاتة الريفرانس بوينت وبرمز لها بالرمز R الماشين زيرو بوينت وبرمز لها بالرمز M الورك بيز زيرو بوينت وبرمز لها بالرمز W نبدأ نتعرف على نقطة نقطة من هذه النقاط أول حاجة حبيبي نقطة السفر للمكينة وهي الماشين زيرو بوينت نقطة السفر للمكينة هي عبارة عن إيه؟ قال لي نقطة السفر للمكينة بتاعتنا هي النقطة الموجودة على منضدة المكينة وفي فضاء التشغيل وتحدد لنظام التحكم حدود المحاور وموقعها ويقوم المشغل بتحددها في بداية تشغيل المكينة تمام حبيبي؟ طيب يبقى أنا عندي هنا النقطة دي بتكون أبعدها إيه؟ L X فيها الساوي زيرو Y فيها الساوي زيرو Z فيها الساوي إيه؟ زيرو يبقى هي النقطة الموجودة على منضدة المكينة دي نقطة موجودة في فضاء التشغيل بتاعتي وهي النقطة اللي بتحدد لنظام التشغيل حدود المحاور بتاعته وموقعها والمشغل هو اللي بعرف مكانها وهو اللي بيحددها في بداية التشغيل وبكل أبعد هذه النقطة يا أولاد X زيرو Y زيرو Z زيرو في أي نظام تحكم بالنسبة للمحاور الإيه؟ المكانة بتاعته طيب وإحنا عندنا نقطة تانية اللي هي الورك بيس زيرو باينت النقطة اللي كانت موجودة على بداية الشغلة بتاعت يا أولاد الورك بيس زيرو باينت دي عبارة عن إيه؟ اللي هي النقطة التي يختارها المبرمج نركز حبيبي يبقى دي نقطة من اللي بيختارها المبرمج على قطعة الشغل حسب ما يكون ملائما لعملية البرمج لتكون مركزاً لإحداثيات كتاعة الإيه؟ التشغيل ولازم نفهم مع بعض النقطة دي بالذات يعني إيه؟ أنا عندي منتج هنفزه المنتج ده بمسك بدايته بداية الحفة بتاعت المنتج وأقول عليها ده الزيرو بتاع التشغيل بتاعي اللي هبدأ من عليه من على الخامة أبدأ أشغل الإيه؟ المنتج بتاعي طيب أنا اخترت نقطة على أحد أرقان الشغلة زميل الجي اختار نقطة في منتصف الشغلة نفسها طيب يبقى إيه زن النقطة دي إحنا ممكن نحددها ولا كدلوج المكان هو اللي بيحددها لا الماشين زيرو بوينت كدلوج المكانة اللي بيحددها إنما الوركي بيز زيرو بوينت المبرمج اللي واقف هيبرمج المكانة هو اللي بيحددها وهو اللي بيختارها لو أنا عندي الشغلة هيبقى متماسل في الإنتاج بحط الماشين الوركي بيز زيرو بوينت في منتصف الشغلة في منتصف الشغلة لو كان المنتج فيه سيمترية لو كان المنتج فيه أولاد سيمترية يعني لو فيه سماسل في الأجزاء اللي أنا هنتجها على سطح الشغلة في الحالة ديت هاخد سفر الشغلة بتاعي في منتصف الايه؟ كتعة الشغلة طيب لو ما فيش سيمترية يبقى في الحالة دي هختار سفر الشغلة بتاعي على أحد أرقان الخامة بتاعتي على أحد أرقان الخامة ايه؟ بتاعتي طيب إيه الفرق ما بين machine zero point والwork be zero point machine zero point هي نقطة صفر المكينة نفسها اللي بيحددها لي صانع المكينة الwork be zero point هي نقطة صفر الشغلة واللي بيحددها مش صانع المكينة خالص المبرمج للشغلة المبرمج لمين؟ للشغلة حبيبي لازم نفهم الفرق كويس جدا عشان لما نقف على المكينة نعرف نحدد النقاط دي كويس تمام حبيبي؟ مع بعضينا كده بقى على السلايد ونشوف نقطة السفر اللي شغلة تاني هيقول لنا عليها ايه؟ بيقول لي هي النقطة التي يختارها المبرمج على كتعة الشغل حسب ما يكون ملائما لعملية البرمج لتكون مركزا للإحداثيات كتعة من؟ الشغل فمثلا نقطة السفر من؟ الشغل حبيبي؟ نبدأ مع بعضينا كده النقطة أخرى نقطة الإسناد أو المرجع وإحنا بنقول عليها الريفرنس بوين وبنرمز لها بالرمز النقطة دي عبارة عن ايه؟ هل هي أقصى مسافة؟ يمكن أن تتحرك إليها العدة في اتجاه المحور إكس وكذلك المحور زد؟ يا شباب عندنا سلاس نقاط أساسية بنسميهم نقاط الإسناد أو نقاط السفر للمكين النقاط دول أو النقاط المرجعية نقطة السفر المكينة اللي هي المشين زيرو بوين والنقطة دي بيبقى عرفها صانع المكينة وغير قابلة للتغيير وبتبقى موجودة في السطح العلوي الأيسر لسنية المشغولين وبنرمز لها بالرمز M وعندنا نقطة السفر الشغلة والنقطة دي بيحددها عندي المبرمج والنقطة دي بتكون موجودة في أي ركن من أرقان الشغلة بتاعتي أو مركز الشغلة حسب سيمترية الشغلة اللي عندي وعند نقطة أخرى اللي هي النقطة المرجعية اللي هي أقصى مسافة يتحرك إليها العدة في اتجاه المحور إكس وكذلك اتجاه المحور زد وبكده حبيبي احنا أخذنا نقطة السفر وأخذنا بعض المعلومات الأسسية عن مكينة التحكم العددي وإيه هي محاور مكينة التحكم العددي وبكده وصلنا مع بعض لنهاية حلقاتنا الجميلة أشكركم وأترككم في رعاية الله وأمني وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا للمشاهدة البرامج التعليمية بقطع التلفزيون المصري مع نخبة من أفضل مقدم البرامج التعليمية وأحدث الوسائل التكنولوجية معنا تحقق التميز التفوق فتابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية معكم أستاذ إهاب عبد المجيد معلم خبير مادة العلوم النهاردة إن شاء الله هيكون درسنا من بداية الوحدة التانية للشهادة الإعدادية اللي هنتكلم فيه شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة